أهلاً وسهلاً لبنات كيداني لباس عليكم كانت منا تكونوا أمفور ومثما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم أول حاجة شكراً بزف بزف على التعليق ديالكم زوينة اللي فرحتني بزف الفيديو السابقة صراحة ما كنتش كانت نتعرف هاد الكمل هائل من تعليقات الزوينة ولي كتطلع هكا المورال للي اختكم والبنات وكان شكركم من كل قلبي وثانياً سمحوا لي بزف على هاد الفيديو هادي لأنكم غاتشوفوها في الكاري صغيرة شويا حتى بويت نديل المونتاج عاد بنتليا الصورة هكا صغيرة المهم انفيا فيك وصافي أول حاجة بويت نشارك معكم البنات كيف ما كتلاحظوهما هاد النباتات الزوينة هادي يعني كنت نزلت لكم واحد مقصصفات في الانستغرام النباتات الطبيعية ما كنش بحالها تكون عندكم في البيت كتطاقات إيجابية كتطاقات ديكور يعني كتجبني أنا شخصياً بزف بالخصوص في فصل الشتاء يجبني هكي يكون عندين نباتات حية في الدار كتر من النباتات اللي كتكون هكا إصطناعية غيرو كان خص الإنسان يكون عندو كما كان قلو وتكونو كتبغيو تسقيوهم واشتلوا فيهم لأن يلاجبتوهم ما تضيتوش فيهم ما سكتوهم مش في الوقت فكيدبلوك يضيعو يعني بسرعة مويمانا هنا بريت نشارك معاكم هادو خديتهم من واحد المنبات اللي ما باعدش عليها بزاف كين في بوسكورة و هاد المنبات هادالبنات في هاد هاد النباتات مويمانا هنا يخديتها كينوات شي شوية و ما قلتش ندليكم جولة لأنه صراحة ما مكنش أولى أصلا صورت الماكينات غير قلت هلاش لها كمان شارك همش معاكم خليت هاد صغيرة و هادك اللي كبيرة و هادك النخلة كذلك صراحة هي عجبتني بزاف و قلت كل وحدا نشوفين عندي راخصة يعني في المائدة دي الأكل ديالي كينا كبيرة فقلت خصاها كالش وريدة اللي تكون كبيرة اولا شي فاز ليكون هكذا كبير بالنسبة ل هاد النخلة ملقيتش صراحة اللي غايجيني فيها حتى الآخر هاد فكرت و تفكرت كان عندي واحد اللي بو في البيض عدرتو هنا في الول كتخان نديرها في هاد شبك هدي تيارة هاربنات ولو كيدروه هاد بزاف كتلقاوهم هكا بزاف ديال ديال النباتات في هاد القفيفات تقليديين تهو ما كي جوزوينين بزاف ما فينا الموحي يتا و درتها في واحد اللي بو اللي فيناو الأبيض و صافي بالنسبة لبنات السقي ديال هون فهاديك النخلة كتتسقى غير مرة في الشهر وبالنسبة لها الجوج ديال الوريدات هادو مرة في الأسبوع يعني مرة في السيمانة مهم انا غنحاول ان شاء الله نتسقيهم كل السبت او لا كل يوم احد صافي هنا يا هانتو ما بويتنوريكم غير الشكل النهائي ديال هاد الوريدات هادو هادو كليبو اللي كانوا عندي من قبل في اللون الأبيض انا اصلا كيا جميع بزاف هكا في الدار صافي هنا مباشرة بويتنورو هكا نضرب واحد دويرة بدك الشراجم اولادوك البيبان دياللي تيغاس صراحة مع تحت شتا الله يرحمنا يا ربي وكانوا تغبروا لي بزاف انا كانت الغبراي تحت غبرا من شتا فاقلت غديندوز عليهم هكا بزربة من برة ومن داخل ومانا يدوز على الشراجم ديالتار تقريبا كامل وعلي تيغاس بجوج بهم غير وكان مقدش نديلكم يعني كل شيء سينو غاديكم هادو فيديو طويلة بزاف فدت لكم فقط هكدا مقتطفة بالخصوص اللي بناك يقول يا ايمان بغينا هكا فيديوهات ديال الحماس ديال النشاط ديال التنضيف يعني كنعطيوها هكا واحد الانيرجي بوزيتيف وإنسان يعني كيتحمس وكينضي يدير هكا بزاف ديال الحويج واخران تمار ما تستنونيش انا بيش ديرو شغلكم مايس فغيتي انا براسيم نيك نشوف هكا شي فيديو في هالحماس ودك شي كتعطيك واحد الانيرجي اللي كتكون هكا ايجابية ونسافة هنا بكتنكملة تنكمل هاد شي كامل ومنمطن كنعود نغسل قاعدة الشي اللي كينحدى الزاج لاننا حنا بالضبط عندنا يعني كما تعرفوا المتلي متبعيني مش حال هدي في اليوتيوب راكم كتعرفوا داري عندي تغاس ديرا على الدار كاملة يعني وخناعية نسدى البنات الشراجم اولى البالكون كتدخني الغبرة يعني لانها الدار كلها مفتوحة على الزنقة ديما الغبرة عندي في الدار يعني نقدر يكدوز يومين ثلاثة يامي لك انا مسح الغبرة كنا عاود لقاها رجعات بالخصوص في هديك المكتبة اللي عندي في الغرفة ديال الاكل ونصافة هنا يا داتوا حدي تويوب الماض غيالي انا صراحة الماء هو اللي كيبرد لي الغدايد انا شخصيا وخناعين قول ما نضيعش الماء بزاف ولكن ضروري يخصنين كب الماء هكدا بتيوب الشيبال ليا دك الشي من هناك الحاجة تنقى ونغسل مزيان سافي هنا راني قررر في نتاعي كان نريك ان نشف ده بالارض التاراس كلها عودت على ماء كي نحييط دك الماء ونغسلت ماء كما نقول ينبقى كما نقول بيار دوكو باش ما بقاش نه كل مرة ودوك النباتات تلك الماء كنكبع ولماء نسقيهم كنصال من فرصة ممكن كنصيقها كالطيغاز صراحة دوك النباتات تغيب عن عند الله يكبروا ويموتوا 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 وخام لدي هذه سنوات سملة والحمد لله من قطع الشيطان بالنسبة لبنات للكراتات قادية للغراض لدي هذه مدة و كنتم تشاركتون معكم كيف تحصل على مقاطر من ايكايا و تقصرها على حسب الذج لديكم بنات صغيرة و حادقة و تنفعني سواء في الجاج أو في المرايا و تتغيير المنظف و ندخل الداخل و نضيف المنظف و نضيفيد الكراتات و نضيف الجاج و نضيف المنظف و نقيت كل شيء اشتركوا في القناة 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 اضعوا في الكابكيك ونفقوا من فوق ونسيبت الزين اضعوا حبيبة الشوكولاتة السوداء ونحن نضيف الكابكيك هذا بالضبط و تكون لدينا شكل نهائي من بعد ما يطيبو تقريبا ثلاثين دقيقة فقط فقط في الفران و سوف يجبوه بنات رائع جدا و شكله مزوين بزاف و شكواته السوداء يجبوها من فوق يجبوها مقرمشين في نفس الوقت سوف يجبوها مقرمشين و يجبوها مقرمشين و يجبوها مقرمشين و كما تلاحظو يجبو السفنجين من الداخل و العصير برتقال يعطيه رائع جدا يعني تشمو ذاك الريحة الفاني مع البرتقال في الطياب فكانت هذي الفيديو دي اليوم تمنى البنات انها تكون تأجاب لكم مرة أخرى سمحوا لي بزاف لان الصورة كانت صغيرة و لكن قديت الكاميرا المرة الجديدة سوف نديكم فيديو فكنتمنى البنات ان في جديد اعجاب لكم و ان شاء الله موعد قريبا جدا في جديد و تستيطي إلى اللقاء اشتركوا في القناة